طيب هل ينجح البلدين أستاذ دكتور وائل هل ينجح البلدين في استمرارية هذا الاتفاق وهذه المصلحة وهل يرغبون أصلا من الممكن أن تنهارها زين المصلحة قريبا خاصة مع وجودة الضغط الأمريكي بسبب أن هذه المصلحة جاءت برعاية صينية وأن أمريكا لا تريد ذلك بشكل كبير إذن لا يوجد ضغط شعبوي وضغط سياسي أو ضغط الملفات العالقة بينهم أيضا يوجد ضغط دولي فمثل هذا الاتفاق من الممكن أن يستمر أم من الممكن أن يسقط حقيقة حجم الفجوة بين الطرفين كبيرة وهائلة جدا سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن كبيرة وهائلة جدا جدا هذا يتوقف نجاح هذا الاتفاق أو الذهاب به نحو مزيد من التطوير هو رهم بناء الثقة بين الطرفين في المرحلة المقبلة ولذلك تم إعطاء مهنة وأظن أن السعوديين يريدون أيضا أن يستكشفوا حجم الاعتراض الأمريكي أو حجم القبول الأمريكي لهذه الخطوة أو كيفية التعاطي معهم فيها إذا وجدوا أن الأمريكي ربما يغض الطرف عن هذا الأمر فنعم قد يذهبون في خطوات أخرى وفي خطوات متقدمة أخرى في مسألة تطبيع العلاقة لأن الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص حل الأمثل بالنسبة لهذه الدول هو أن يكون هناك نوع من الاستقرار فيها وأن لا تذهب نحو مزيد من الأزمات التي تعصف بالمنطقة وبالتالي يستكشفون حجم الرد الأمريكي إذا وجدوا أن الرد الأمريكي متواضع فنعم قد يذهبون باتجاه تطبيع مزيد من العلاقة مع إيران وإرساء مزيد من الاستقرار في المنطقة والإيرانيين أيضا يهمهم في هذه المرحلة أن تجري مثل هذه الخطوات أمام الضغوطات وأمام حجم العقوبات التي تمارس عليهم والحصار المفروض عليهم والأزمة الداخلية التي تعصف بإيران أيضا فتطوير هذه العلاقة رغم بمدى ارتزام الطرفين بالبنود الأساسية التي جرت توقيع عليها في الأيام الماضية في بكين والصين أيضا راعية مهمة لهذا الحوار وهذا الاتفاق إيران بحاجة إلى الصين والسعودية أيضا تريد أن توازن بعلاقتها أيضا على المسرح الدولي بين حليفتها الأساسية أمريكا وبين أيضا القوى الدولية الأخرى وفي مقدمتها الصين وروسيا وهذا بضع واضح في السياسة الخارجية السعودية خلال الأشهر الماضية أو ربما السنوات الماضية